أهلا بكم والبداية من الأزمة الكورية حيث توعد رئيس كوريا الشمالية كيم جون أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يدفع ثمنا كبيرا لتهديده بيونج يونج قالت إنها تفكر بتجربة نووية جديدة وذلك رغم الضغوط الدولية والعقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن وبروكسل بعد أيام من تهديد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتدمير كامل لكوريا الشمالية وصفه الرئيس الكوري الشمالي بأنه مختل عقليا وقال كيم جون أون في بيان أن اليوم الجمعة إن بلاده تدرس أعلى مستويات الإجراءات المضادة القوية في التاريخ ضد الولايات المتحدة ردا على تهديد ترامب وأضاف أن خطاب ترامب بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي أكد أن برنامج بيونج يونج هو المصار الصحيح يشار إلى أن كوريا الشمالية أجرت ستة تجارب نووية منذ العام 2006 إثنتان منها في آخر ثلاثة أسابيع وأطلقت العديد من الصواريخ الباليستية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر